السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو يا حبيبي عاملين ايه يا رب دايما تكونوا بخير بحبكم جدا وحشتوني في الفيديو اللي فات اللي اول مرة يشوف قنادي مانزاش تشترك فيها ويفعل الجرس على الكل عشان يرسولوا كل جديد هنعمل مع بعض طاجن البامية التحفة باللحمة طبعا ما يعديش علينا العيد اللي ما نعمل طاجن البامية ده عيد اللحمة يلا كل سنة وانتم طيبين يبقى لازم يبقى في بامية وجربوها بقى في الطاجن زي ما انا هعملها كده وحددوقوا بقى الجامل كله بصوا انا بجيب البامية اول حاجة انا بقى معها كده عشان انا عيني بتاكل قبل بقي مش بحب كده اعملها وخلاص بشيل الحتة اللي من فوق وبشيل الحتة اللي من تحت بس بقى معها كده تبقى شبه الام عشان يبقى شكلها حلو ولطيف ومن تحت برضو بشيل الحتة اللي كده بتبقى لونها اسود سغنونة كده بشيلها على طول ودلوقتي جبت حل على النار انا طبعا معايا لحمة ومعايا بامية ومعايا بصل وطماطم جبت حل على النار حطيت فيها شوية من الزيت عايزة تستخدمي سمنة اوكي مفيش اي مشكلة وحنزل عليها ببصلتين كده وسط حسب كمية البامية اللي انتي هتستخدميها انا بحب البصل في الاكل بتاعي وبعد كده هدبلهم حبة وحنزل عليهم باللحمة بتاعتي هي دي لحمة جمباري اما انتي بقى جربيها كده باللحمة الضاني ودوقي بها احلى بامية بس مش مشكلة المهم ان هي هتتلع برضو طعمها حلو جدا حتى لو حد ما مش بيحب اللحمة الضاني يجرب بالطريقة دي هتعجبه جدا غير ما تكون اللحمة مسلوقة هعمل ايه بقى دبلتوهم زي ما انتو شايفين كده مع البصلة حبة وبعد كده لغاية ما كل اللون الاحمر راح وخدت صدمة كده وبعد كده هنزل عليها بالطماطم بتاعتي ومش هحط عليها ملح خالص دلوقتي علشان الملح بلاش خالص مش بيسوي اللحمة لو حطيش ملح دلوقتي هيخلي اللحمة تستوي يعني بصعوبة اما مع الفراخ بحط عادي مش مشكلة بعد ما انزلت بالطماطم بتاعتي حطيت شوية طماطم حلوين علشان هم دل انا هسوي فيهم اللحمة وحسيب اللحمة تستوي على قد ما اقدر ممكن تاخد معي ساعة مش مشكلة وحطيت الفلفل الاسود بتاعي وشوية الملح مش دلوقتي خالص وبعد كده هسابهم حبة يتسبكوا وحنزل عليهم دلوقتي بحطة من التوم وفلفل الاخضر اللي هو اصلا الطبيعي انتي بتحطي في البامية توم وفلفل اخضر فهي هي نفس تدبلة البامية تعالوا بقى اوليكم على الطاجن ده انا اختي حبيبتي كان جابهوني من اسوان هما بيبقوا حرقينه كده جاهز يعني هما مجهزين وحطين فيه ما معرفش عسل حاجة كده يعني بيبقوا حرقينه طعمه حكاية يعني لو تلاقوا فعلا هنا منه تجيبوا طعمه حلو جدا بيخلي تعم الاكل حلو حتى لو ما فيش بقى استخدمي الطاجن العادي جبت البامية بتاعتي اهو انا بخسلها الاول وبعدين اقمعها وبعدين بحطها في الطاجن كده وحعمل ايه كمان هجيب بقى اللحمة بتاعتي باللي هي بالسلسة بصوا بعد ما تسبكت بقى واخدت ودت شوية على النار علشان تستوى يعني وايه والبامية طبعا ما بتخدش سوى زي اللحمة فلازم اصوي اللحمة شوية برا المهمة هو الحمد لله سوتها وبعد كده هبتدي ان انا اروح اديها غلوة واحدة بس كده على النار بس هعمل لها الطاشة كده شوفني دلوقتي هعملها ازاي وبجد بجد بجد طعمها طلع رائع انا جعت يعني انا بسجل فيديوهو بس ايه يعني كانت فعلا طعمها حلو جدا واللحمة مستوية والبامية مستوية واخدت من طعم البامية كده من طعم اللحمة اخده من بعد وطلع طعمها رائع يعني يجربيها عما انت بتروح تسلقي اللحمة واحدها وتحطيها بعد كده طعم اللحمة كله بيروح في الشربة انا وجهت نظري كده انا جبت طاصق اهو هحط فيها حتة سبن حتة زيت زي ما انش يريد انا حط شوية من الزيت ثم نضغط طومة عادية نضغط طومة عادية نضغط طعم رائع نضغط طعم رائع نضغط طعم رائع نضغط طعم ملوخية نضغط طعم ملوخية نضغط طعم صعب نضغط طعم نضغط طعم نضغط طعم وضغط طعم ما يطاقش مني ولا حاجة وروح تحطيه عليه هتاخد غالوها بسيطة وهروح مدخلاها الفرن على طول جربوا بقى ان شاء الله بطريقة دي وهتدوقوا احلى بامي وحوريكوا دلوقتي خليكم معايا وحنشوف مع بعد ولو عجبتكم الوصفة متنسونيش بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان كل منازل فيديو سألوكم وما تنسونيش باللايك علشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو وبحبكم في اللاب اه 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 بصوا الشياطة دي اللي انا بقول لكم عليها ان انا هروح احطها على شياطة علشان خاطر بس اه 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 خفت على الطاق يعني انها تحطي على النار مباشرة تغلي بس الغالوة البسيطة دي وبعد كده خلاص هدخلها الفرن تاخد شوية كده لغاية ما البمية بس تستوى خلاص هيبقى كده تمام لاني اللحمة انا اصلا منزلها وهي خلاص دخلة على سوا يعني اللحمة احنا عارفين كل ما تبقى طرية كل ما تبقى عحلة بالنسبة لي يعني انا بحب اللحمة تكون طرية خالص بس كده خلاص تعالوا بقى نشوف بعد ما خرجت من الفرن بصوا الجمال لو عايزة تحطي شوية تحت الشوية تديكي اللون احمر بس انا صراحة ما حبيتش انا حبها كده طعمها كان رائح هوريكو دلوقتي المامية عاملة ازاي ما شاء الله طحفة 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 يعني بجد طلع طعمها رائعة يلا بقى يا شيري دوقي حدوق اهو بصوا البامية مستوئية وزي الفل بس هي صحنة جدا جدا وانا معلش مسكة بالموبايل بايد والكاميرا بايد الموبايل بايد والشوكو بايد سوري فعشان كده ايه حدوق بقى فعلا كانت عمها حلو قوي 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 ان شاء الله تجربوها وزي ما قلتلكم كده العيد بيبقى يعني بيحب بقى يعني ايه اتا حبيش كده عندك كده عزوما على صفرتك حيبقى شكلها حلو اه وانا حتى تحت برضو على الواب تاعة السخنة